والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ويؤت الله عز وجل وفضائد بنائها في بدء حلقتنا هذه تحية منكم ومن فريق البرنامج لضيفنا في السيديو فضيلة الشيخ سعيد بن واحد الكحطاني أهلا وسهلا بكم شيخ حياكم الله أهلا وسهلا حياكم الله شيخنا في الحلقات الماضية تحدثنا عن صلاة الجماعة وأكدنا على هذا الشأن وتحدثتم عن بعض الأحكام والفضائل الخاصة به المسجد بيت الله عز وجل الذي يضاف إليه تشريفا ولغيره تعريفا هذا المسجد الذي يقام للصلاة ولذكر الله عز وجل وما ولاه سوف نتحدث اليوم عن بعض الفضائلة وكذلك دعوة لمن يستطيع أن يبادر ويبذل ويسهم في بناء هذه المساجد بداية شيخنا مفهوم المساجد حتى ندخل في هذا الموضوع الكبير والمهم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد لا شك أن صلاة الجماعة تقدم ذكرها وكان من المناسب أن يذكر أين تصلى صلاة الجماعة نعم فتصلى صلاة الجماعة في المساجد في بيوت الله تعالى لا شك أن المساجد في اللغة هي جمع مسجد مسجد إذا كان يريد به الموضوع الذي تقام فيه الصلاة ويقال له مسجد مسجد بفتح الجيم إذا كان موضع السجود موضع الجبه السجود هذا لكن المقصود في هذا هو المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة فهو من بيوت الله تعالى فاتسع اتسعت كلمة مسجد إلى مسجد في فيكون المسجد هو المعنى البيت المتخذ لأداء الصلوات الخمس جماعة حتى يخرج المصلى فالمسجد الذي تؤدى فيه جميع الصلوات الخمس يقال له مسجد أما الذي تؤدى فيه الصلاة مرة كمصليات في بعض الدوامات أو في بعض البناء الذي يدعم فيه الناس في العمال أو صلاة العيد تصلى في السنة مرة واحدة أو صلاة الجنائز هذا يقال له مصلى فالمسجد هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس والجامع هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس وتصلى فيه الجمعة أو تصلى فيه الجمعة لأن هناك بعض الأقطار ما يصلى في هذا المسجد أو في هذا الجامع إلا صلاة الجمعة يصلون في بيوت في المساجد الأخرى ثم يجتمعون في مسجد كبير لكن في الغالب الآن أن الجامع هو الذي تصلى فيه الصلوات الخمس وتصلى فيه الصلاة الجمعة ويطلق حتى على الجامعة إذا كان مسجد يتصلى فيه الصلوات الخمس والجمع كذلك يطلق عليه مسجد يطلق عليه مسجد كذلك لكن مع ذلك أن الجامع يطلق على المسجد الكبير والمسجد الصغير مدام تصلى فيه صلاة الجمعة فيقال له جامع حتى لو كان مسجدا صغيرا هذا هو المسجد فهذا معروف عند الجميع والحمد لله تعالى طيب شيخنا هل يجوز أن يصغر في اللفظ ويقال مسيجيد للمسجد الصغير هذا في العامة يقول العامة كذا لكن عد الأمر المقصود أن المسجد يشمل المسجد الكبير والمسجد الصغير إذا لم تصل فيه صلاة الجمعة فإذا صليت صلاة الجمعة قيل الجامع أو مسجد الجامع وهكذا فالأمر واسع لكن عامة الناس ربما يقول مسيجيد يعني مسجد صغير تصغير فهم ما يقصدون تصغير للمسجد وإنما يقصدون أنه مسجد صغير طيب شيخنا الأحكام التي تختلف بين المسجد والمصلى الآن مثلا المصليات مثلا ما ذكرتم التي تكون في المباني التي يكون فيها عمل يكون يصلهم فيها الظهر فقط هل تأخذ حكم المسجد مثلا في تحية المسجد في الدخول والذكر في الدخول والخروج بالنسبة لدعاء الدخول والخروج يعني قد يقال بأن هذا دعاء ذكر ما أذكر فيه شيء عن العلم لكن لو قال الإنسان هذا الدعاء باب أنه ذهب إلى المصلى يصلي وهذا يقال له مسجد يعني مكان يسجد فيه الناس بالجبهة على الأنف لكن الله تعالى أعلم لكن في الظاهر أنه لو قالها لا حرج عليه أما بالنسبة لتحية المسجد فإنها لا تلزم لمن دخل هذا المصلى ولهذا صلاة العيد لا يشرع قبلها صلاة في المصلى لأنه مصلى أما إذا صلى الناس في المساجد فإن تحية المسجد مشروعة حتى لو كان يوم العيد لو كانت صلاة عيد لأنه صلى هذه هاتين الركعتين صلاهما على أنهما تحية مسجد لا أنهما قبل صلاة العيد فالمصلى لا يلزم أن يصلي الإنسان تحية المسجد ويصلى من باب سنة الوضوء إذا كان توضى ودخل هذا المصلى أو صلى سنة الراتبة هذا شيء آخر غير تحية المسجد أما قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا داخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا خاصا بالمساجد التي يطلق عليها اسم المسجد نعم جميل شيخنا فيه مساجد تكون في الطرقات شيخ مهيئ على شكل مسجد ولو كانت مثلا صغيرة أو مؤقتة لكن تصلى فيها غالب الصلوات اللي لم تكون كل الصلوات نعتبرها مسجد هذا مصليات تعتبر مصليات هذا في الطرقات إذا كان لا يصلى فيه الصلوات الخمس بعض المساجد على الطرقات يقال لها مساجد لأنها عند محطات وهذا المسجد تصلى فيه الصلوات الخمس نعم عنده مصانع عنده محطات يصلون له إمام وله مؤذن حتى لو لم يكن له إمام وله مؤذن يصلون فيه الصلوات الخمس هذا يقال لها مسجد ومن مر يصل فيه ومن مر من الناس يصل فيه على حسب حاجته على حسب راحته إذا تيسر له ذلك ولم يتيسر له مسجد الآخر على طريقه الخلاصة أن المسجد هو الذي تصلى فيه الصلوات الخمس في القرآن الكريم ذكرت المساجد في مواضع عدة في القرآن الكريم دليل على شرفها وفضلها والعناية بها ودعوة الناس لتعظيمها وكذلك لصلاة فيها ومعاودة الصلاة فيها والبقاء فيها كثيرا لا شك أن هذا يعني واضح في كتاب الله تعالى أنه ذكر المساجد في القرآن الكريم كما ذكر صاحب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ذكر بأنه ذكر في هذا شره المساجد وأنها وردت في أكثر من ثمانية مواضع ذكر القرآن الكريم منها قوله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا بل في ثمانية عشر موضعا ذكرت في القرآن المساجد في ثمانية عشر موضعا وهذا يدل على عناية الله تعالى بها وأنها لا شأن عظيم وأن الله تعالى يحبها سبحانه وتعالى يحب هذه المساجد كما سيأتي بأنها أفضل لبقع في الأرض فلهذا ذكرها الله تعالى في ثمانية عشر موضعا من هذه المواضع قوله تبارك وتعالى في هذا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا مع أن جميع المخلوقات لله مساجد لله لكن جميع المخلوقات لله لكن هذا من باب التشريف ومن باب التكريم والله تعالى خالق كل شيء لكن هذا من باب التشريف والتمييز لهذه المساجد ولمختصت به من العبادات من الصلاة والذكر وقراءة القرآن فالله تعالى جاء قالوا أن المساجد لله فلا يعمل في هذه المساجد إلا ما كان لله وهذا يدل على الإخلاص أن العمل لا بد أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى وهي في الحقيقة بيوت الله تعالى بمعنى البيوت يعني إضافة تشريف لله بيت الله ناقة الله هذا من باب إضافة التشريف لأن إضافة التشريف لهذه المساجد يدل على شرفها وعلى عظمها كعبد الله قال العبد الله إضافة تشريف بيت الله ناقة الله هكذا فالمساجد أضيفت لله تعالى باب إضافة التشريف في قوله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزئهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب فهذا يدل على فضلها وأن الله تعالى أذن ببنائها أذن أن ترفع يعني أمر برفعها ببنائها وإعماراتها كما سأتي إن شاء الله تبارك وتعالى لهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أحب البقاع إلى الله تعالى البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها أي أحب المساجد أحب البقاع التي فيها مساجد يعني أحب المساجد أحب البقاع إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البقاع إلى الله تعالى أسواقها فهي محبوبة لله تعالى لما يحصل فيها من العبادات والقربات من الصلوات ومن ذكر الله تعالى ومن قراءة القرآن ومن الدروس العلمية ومن المواعد والخطب والتوجيهات التي تنفع المسلمين وهذا من فضل الله تعالى فخانت أحب البقاء إلى الله تعالى وأبغض البقاء إلى الله تعالى الأسواق يعني ما يقال بأنها محرمة لكنها لأنه يحصل فيها الكذب يحصل فيها التدليس يحصل فيها ربما يحصل فيها الربع والغش والخيانة لمن لم يراقب الله تعالى ولهذا لا يكون الإنسان من أول من يدخل السوق ولا آخر من يدخله وآخر من يخرج منه وإنما يقضي حاجته وما يحتاج إليه ثم يخرج ولا يبقى فيه حتى لا يحصل له ما يحصل لغيره من الفساد ومن الكلام الباطل ومن الحلف على السلعة وهو لا يريد وجه الله تعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما يحصل في الغالب في الأسواق في الغالب وإلا قد يحصل خارج الأسواق فلا شك أن كون الله تعالى يبغض الأسواق ليس معنى ذلك أنه يحرب على اللسان أن يبيع ويشتري لكن يبيع ويشتري مع الالتزام بأمر الله تعالى والمراقبة لله تعالى والصدق في البيع والشراء ولهذا الصادق في بيعه وشرائه يحشر مع الأنبياء والصديقين يوم القيامة إذا كان صادقا في بيعه وفي شرائه وهموا عاملاته ولا يحب أن يضرب الناس يحصل على الثواب العظيم شيخنا أفضل المساجد المسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى فك الله أسره من اليهود هذه المساجد لها خصيصة شيخنا زيادة على بيوت الله عز وجل في بقاع الأرض نعم هذه المساجد الثلاثة لا خصائص من خصائصها هذه المساجد أنها لا تشد الرحال للعبادة إلا إلى هذه المساجد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال في لفظ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الأقصى المسجد الحرام ومسجد هذا وكما قال عليه الصلاة والسلام وهذه المساجد في الحقيقة لها فضائل من المسجد الحرام بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة مما سواه أي من المساجد إلا المسجد الحرام قال في الحديث الآخر صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في نفسه مائة ألف صلاة سبحان الله لو نظر الإنسان إلى هذه الصلاة مئة ألف صلاة في هذا المسجد الحرام ثم قال في هذا مئة ألف صلاة لم يقل صلاة فريضة ولم يقل نافلة ولم يقل وإنما أطلق النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وفضل الله واسع فقد يصلي صلاة نفلا فمن يقول يحجر على الله وإنه لا يعطيه هذا الفضل العظيم بيّن قال صلاة في المسجد الحرام أفضل مئة ألف صلاة فإذا صلى الإنسان خمسة أوقات في المسجد الحرام في يوم من واحد كأنه صلى مئة ألف يوم في هذا فإذا قسم هذا على أيام السنة الأيام التي قال لها الشمسية خرج من ذلك أن الصلاة في اليوم الواحد أكثر من فضلها أكثر من مئتين وثمانين سنة في اليوم الواحد خمسمية يوم خمسمية ألف يوم إذا قسمها الإنسان وجدها مئتين و ثمانين وأكثر من مئتين وثمانين سنة الله كونها صلى يوم واحد يحصل أهل الثواب العظيم مئة ألف صلاة هذا يذل على فضل الصلاة في المسجد الحرام وفضل الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأنها بألف صلاة من الصلوات التي صلى فيها غيره إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى روية وذكرة وجاء أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة هذا يحتاج إلى يعني يعني لكن هذا ورد و هذا يدل على فضل هذه الثلاثة المساجد مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام هي في الحقيقة أفضل الصلوات لكن لا تشد الرحال من أجل العبادة إلا هذه المساجد ذي أراد الإنسان يسافر للمدينة يقول أزور النبي عليه الصلاة والسلام هذا السفر بدعة لأنه يريد بسفره زيارة النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان في بلاده يصلي على النبي ولو كان في بلاده وهذه في الحقيقة تصل إليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام اللهم صلي وسلم عليه فصلاتك تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تبلغني حيث كنتم فأما بالنسبة لشد الرحال من أجل أن يصلي في المسجد ثم إذا أتى المسجد له أن يزور النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه وعلى صاحبي أبي بكر وعمر على تبع فكون يذهب ويسافر من أجل الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإن شد الرحال وسافر من أجل زيارة القبر فقد عصى بهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال لأنه شد الرحال من أجل زيارة القبر لا من أجل الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كذلك المساجد الأخرى لو أراد الإنسان أن يسافر من بلد إلى بلد من أجل أن يصلي في مسجد المساجد لعظمه ولكثرة جماعته هذا غير مشروع ما أمر بالسفر إلى هذا ممنوع لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أي من أجل العبادة أما من غير العبادة فلا سكونها يشد الرحال من بلاد إلى بلاد من أجل أن يلقي محاضرة في مسجد أو يلقي دروسا ويعلم الناس الخير ويدعوهم إلى الله تعالى هذا ليس من أجل الصلاة وإنما هو من أجل الدعوة إلى الله تعالى نستاذك وشيخنا في أولاة صلاة هذه الحلقة الأخ ريان فضل من السعودية عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا أخي حياك الله لها بك الله عبد رسل الشيخ تفضل اسمع شيخ أنا أسألك بالنسبة للمصليات المتنقلة هذه الموجودة في بعض الأماكن في البحر أو في بعض الأماكن أبقى أسأل هل الصلاة فيها نفس تأجل الصلاة في مساجد كده أو تختلف طيب هذه المصليات قريب منها مساجد أو بعيدة لا في بعضها تكون في مناطق تعتبر معزولة شوية أو المسجد يكون مع المسافة بعيدة شوية طيب سؤال آخر نسأل الله يغطيك العافية طيب تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ بعد الفاصل نسألنكم بشيخنا فاصل يسير ثم نعود ونجيب على الأخ ريا إن شاء الله فاصل يسير أحبتك الكرام ثم نعود لاستكمال حلقتنا فتابعوه إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار ومنها الكبر والعجب قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر ومنها الحسد قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل فإن التصدر يمنع من تلقي العلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا ومنها الفتور والكسل قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفله ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات واحذر من قطاع الطريق قال تعالى ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين مرحبا بكم محبتين الكرام الجديد الشيخ سعيد قبل الفاصل سأل لأخ ريان من السعودية عن المصليات المتنقلة لمن لا يعرفها من الأخوة والأخوات المصليات متنقلة غير المصليات الدائمة التي توضع مثلا عن الطرقات هناك مصليات يكون بعض الجهات سواء مكاتب دعوة وغيرهم أو بعض المحسنين يجعلها في سيارات ثم يخرج للفرشة في أماكن تجمع الناس سواء على البحر أو في البرية أو في غير ذلك أماكن تجمع الناس يعينهم على الخير أنهم يجتمعون فهذه بعد الصلاة تطوى السجادات ثم يذهبون يعني يمكن تتنقل في أكثر من مكان في وقت واحد هل تعتبر هذه أجر من يصلي فيها مع بعد المساجد مثل أجر من صلة في المسجد أو لا هذه المصليات المتنقلة إذا كانوا لا يسمعون الندى المشروع بحيث كانوا بعيدين من المساجد فأجرهم يحصلون على أجر صلاة الجماعة 27 درجة لأنه صلى مع الجماعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفذي تفضل عن صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذي ب 27 درجة ورد في 25 درجة 27 درجة لكن الجمع بين هذا أن الله تعالى جعل لمن صلى مع الجماعة 25 درجة ثم زاد وتفضل وأحسن وتكرم على عباده بأن جعلها 27 درجة هذا الجمع بين الحديثين بين 25 و 27 أن هذا كان أولا ثم تفضل الله تعالى بالزيادة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى على جنازه ما من أمة يبلغون المئة يصلون على جنازة إلا غفر الله له يصلى عليه ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس يبلغون مئة جاء في الحديث الآخر من صلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه هذا الجمع بين هذين الحديثين أن المئة كان أولا ثم تفضل الله تعالى بجوده وإحسانه ومنه وكرمه أن من صلى عليه أربعون غفر الله له كذلك في 25 درجة 27 درجة 25 درجة كانت أولا ثم تفضل الله تعالى بالزيادة فالخلاصة أن من صلى في هذه المصليات جماعة وهو لا يسمع الندى في المساجد المجاورة بحيث لو كان هذا المؤذن يصعد على جبل أو يصعد على عمارة مرتفعة أو مكان مرتفع ويؤذن بأعلى صوته في وقت هادي ليس فيه ضجة وليس فيه أصوات فيسمع الندى هذا هو الضابط أما المكروفونات السماعات الآن فقد يسمعها الإنسان من 20 كيلا لكن المقصود المعروف هو الذي إذا أذر المؤذن على مكان مرتفع في وقت يعني ليس فيه ضوضاء ولا لجة سمع هذا هو الضابط لصلاة الجماعة ولكن كثيرا من الناس بعض الناس يصلي خاصة في بعض الأماكن والدوائر الحكومية بجانبهم مسجد ويصلون في الدائرة هذا لا ينبغي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع الندى ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من أذر فعليه أن يصلي مع الجماعة إذا سمع الندى يصلي مع الجماعة في المسجد الذي يؤذن فيه نعم فصلاة يحصل على الدرجات التي جاءت في صلاة الجماعة إذا لم يكن بجواره مسجد قبل الفاصل قبل سؤال لخ ريان اتحدثتم عن بعض الخصائص خاصة للمساجد الثلاثة نعم مسجد الحرام إذا تبقى منها شيء أو ندخل في المسجد من خصائص المسجد الحرام كما تقدم أن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة وكذلك من خصائصه ما جعل الله تعالى فيه من الآيات البينات ومن ذلك الحجر الأسود الذي في البيت هذا أصله من الجنة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الحجر الأسود من الجنة أصله من الجنة نزل كالثلج أبيض من الثلج في رواية أبيض من اللبن فسودته خطايا بني آدم سودته الخطايا بني آدم هذا السوات هكذا ثبت في سنة التنمذي على النبي عليه الصلاة والسلام حصل له هذا السوات بسبب خطايا بني آدم كذلك من هذه الخصائص في هذا المسجد الركن اليماني والحجر الأسود فإن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا هذا ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام هذا من فضل الله تعالى على عباده وكذلك ما جعل الله تعالى لهذا البيت الحرام من زيارته والعمرة فيه والحج وقصده بالحج والعمرة وغير ذلك من الفضائر أما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فلا أذكر فيه إلا الصلاة وأنه بألف صلاة كذلك المسجد الحرام الصواب فيه أن ما داخل الحرم يكون ما داخل حدود الحرم يكون يحصل على مئة ألف صلاة فلو صلى داخل الحدود الحرم فإنه يحصل على مئة ألف صلاة بإذن الله تعالى حتى ولو المصلي في نفس المسجد لأن الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولم يكون في البيت عليه الصلاة والسلام وإنما أسري به من قريبا من داخل الحرم نسأل لكم شيخنا في اتصال آخر من السعودية الأخ وليد فضل وليد السلام عليكم عليكم السلام عليكم أرفع للصوت فإذا أعطني السؤال طيب وزاك الله خير يا شيخ الله يبارك فيه أحياكم الله السؤال شيخ بسيط الحين أنه فيه نحن أو مجموعة من الشاب ممكن نجلس فترات في المسجد يعني فرضنا بين المغرب والعشاء سواء في حلقة التحفير أو فبعض الأحيان يا شيخ ما نستحضر منية أنه انتظار الصلاة إلى الصلاة أو أنه نعتكف هذه الساعة في المسجد فهل يعني ورحمة الله واسعة فهل ممكن نحصل لنا الأجر سواء أن ننسينا نحتسب هذه النية طيب سؤال آخر وليد لا هذا السؤال الله يرضى عليك الله يرضى الله خير وأنه حتى يأخذ الأجر منتظر الصلاة فهو في الصلاة هل يكفي بقاء الأنساء في المسجد أو لابد من استحضار النية في ذلك مع أنه مشتغل بشيء طيب إما بدعوة أو بتدريس أو بقرآن أولا فضل الله تعالى واسع على عباده سبحانه وتعالى فهو الكريم الجواد سبحانه وتعالى يمنع على من يشاء من عباده ودراسة القرآن في المساجد هي من أعظم العبادات ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أيكم يحبوا أن يغدوا إلى بطحان فيأتي بناقتين كوم وين في غير إثم ولا قطيعة رحم قالوا نحب ذلك يا رسول الله قال لان يغدوا أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين أو يعلم آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل هذا فضل عظيم كون يقرأ القرآن ويبقى في المسجد هذا فضل عظيم لكن مع وجود النية يحصل على الخيرين على الأجرين العظيمين يحصل على هذا الثواب ويحصل على فضل انتظار الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريم ما نوى لكن كون الله تعالى عز وجل يعطيهم هذا الثواب لقراءتهم القرآن ويعني عنايتهم بهذا العلم هذا إلى الله تعالى فهو ذو الفضل العظيم والثواب الكبير إليه سبحانه وتعالى لكن بعد ذلك عليهم أن يحسنوا الظن من الآن وينوء بانتظار أو بالحلقة الحلقات العلم بين المغرب والعشاء التعلم القراءة القرآن وانتظار الصلاة التي ستأتي إن شاء الله حتى يجمعوا بين الخيرين والله تعالى فضله واسع سبحانه وتعالى لكن لا نقول على الله بغير علم نقول ليكتب له انتظار الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى قد يعطيهم سبحانه وتعالى من فضله وجوده وكرمه ولا يحجر عليه سبحانه نعم شيخنا قبل قليل أنت قلت أن صلاة في المسجد النبوي ألف صلاة وهي الفضيلة الوحيدة ألا يقال كذلك في الروضة الشريفة أن فيها فضيلة عن غيرها لا شك بذلك هذه من الفضائل ومن الخصائص للمسجد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الله خيرا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين بيتي ومنبري روضتهم من رياض الجنة هذا يدل وحوضي على منبري حوض يوم القيامة هذا إلى الله هذا علم غير سبحانه وتعالى يقينا بأن حوض على منبري يوم القيامة لكن الكيذية يعلمها الله سبحانه وتعالى فهذا حقيقة لا شك في ذلك لكن مع الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة إذا كان صلم على الإمام يصلي في الصف الأول خلف الإمام حتى لو بعد توسعة أما في هذه البقعة التي قال لها الروضة فيصلي فيها النوافل إن تيسر بدون زحام يرى بعض الناس أنه حينما يرى بعض الناس في هذه البقعة المباركة في هذه الروضة يتزاحمون يعملون زحام شديدا يقضع بعضهم على بعض الصلاة يمر من أمامه ويزاحم ويوذي الناس يوذي المسلمين حرمة المسلم أعظم من حرمة هذه البقعة فكون يؤذي المسلم ويعتدي عليه وربما بعضهم يزاحم بزحام شديدا يضره ربما يكون عنده عملية يؤذيه حرمة المسلم شأنه عظيم عند الله تعالى ففضل الصلاة في هذه البقعة لم يحدده النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأنها كذا وكذا لكنها روضة من رياضج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن تيسر له الصلاة فيها أو الدعاء في غير وقت الفريضة فإنه يحصل على هذا الثواب العظيم أما وقت الصلاة الفريضة في هذا الوقت فتصلى الأفضل الصف الأول خلف الإمام جميل شيخنا نختم هذا المحور بالحديث عن فضل مسجد قبا نعم مسجد قبا هذا هو أفضل المساجد بعد المساجد الثلاثة لما ورد فيه من الفضائل لكن لا تشد له الرحال لمن كان خارج المدينة أما من كان خارج المدينة فهو لا يشد الرحال لأن لا يسافر وإنما يذهب إلى هذا المسجد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصد هذا المسجد ويزور عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن من تطهر في بيته ثم ذهب إلى مسجد غباء فصلى فيه ركعتين كانت كعمرة هذا من فضل الله تعالى قد يزور الإنسان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة فيه حتى يحصل على ألف صلاة فإذا وصل إلى هناك لا يعتبر قد شد الرحل يذهب على أقدامه أو على سيارته لا بأس إذا تطهر ويصلي فيه ركعتين تكون كعمرة كما بين النبي صلوات الله نسألكم شيخنا في الفاصل الثاني في هذه الحلقة فاصل ليسير أحبتنا الكرام ثم نستكمل ما تبقى في حلقتنا التي خصصناها عن الحديث عن فضل المساجد وفضل بنائها نسأل الله عز وجل نكون وإياكم من العامرين لهذه المساجد آمين آمين الله يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود منها الحلال ومنها الحرام فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا ويتجنب البيوع المحرمة ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري ويتعلم أحكام القرض ما يصح إقراضه وما لا يصح وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم ويتعلم القبض وصوره فقبض كل شيء بحسبه فإن كان موزونا فقبضه بوزنه وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم مرحبا بكم محبتنا الكرام الجديد في الجزء الأخير من هذه الحلقة شيخ السعيد ما تبقى من دقائق سوف نخصصه للحديث عن فضل عمارة المساجد وبنائها وكذلك سواء كانت العمارة الحسية وكذلك العمارة المعلوية لا شك أن عمارة المساجد من أعظم القربات لله تعالى ومن أعظم ما يحصل عليه إنسان من الثواب العظيم لأنه إذا بنى مسجدا لله تعالى حصل على ثواب العظيم والله تعالى قد مدح من يقوم بذلك إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتها الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يعني يكون من المهتدين لأن عسى واجبة فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين هذا من فضل الله تعالى على منفقه الله تعالى لعمارة المساجد سواء كان معنويا بتنظيفها والعبادة فيها وقراءة القرآن فيها والدعوة لله تعالى فيها والقيام بما يجب من أجلها والعناية ببنائها هذا يدخل فيه العمارة المعنوية والحسية ولهذا قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع يعني أذن أمر ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير يحساب هذه البيوت يحصل فيها النور ويحصل فيها العلم يحصل فيها الخير والدعوة لله تعالى وتعليم الناس التوحيد هذه من العمارة التي أمر الله تعالى بها ولا شك أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يعنون بذلك قال عمر بن ميمون أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون المساجد بيوت الله وإنه حق على الله أن يكرم من زاره يعني بيوت الله ضاف التكريم ضاف التشريف وإنه حق على الله أن يكرم من زاره من ذهب إلى المسجد فالله تعالى يكرمه ويوفقه ذبت على النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عثمان أن من بنى لله من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له مثله في الجنة هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث ثابت متفق على صحته ولكن قد يشكل على بعض الناس قال بنى الله له مثله بنى الله له مثله بثوابه مثل في أول الله ذرة من ذرات الآخرة لا تساوي ذرة من ذرات الدنيا ولأذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا يقال بنى الله له مثله في الجنة في المساحة وإنما هذا شيء يرجع إلى الله تعالى ويبني له بيتا في الجنة الله تعالى أعلم بصفاته وبنى الجنة لبينة من ذهب ولبينة من فضة هذا البناء العادي لكن بناء من بنى لله مسجدا الله تعالى يعلم كيف كفيته لكن المعنى أنه يبني له بيتا في الجنة ثم يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية وفي الرواية الأخرى من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة قال لله ما قال من بنى مسجدا فهذا يدل على الإخلاص وأنه بناه لله يقصد به ثواب الله يقصد به أن يحصل على هذا الثواب من الله من بنى لله يعني إخلاصا لله مسجدا كان هذا البناء سببا بأن يبني الله تعالى له بيتا في الجنة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لهذا قال في الحديث الآخر من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة فلابد من ابتغاء وجه الله تعالى يرجو ثواب الله أخبرني بعض المشايخ قدمات توفي غفر الله له قال له الأستاذ الدكتور أحمد أبا بطين قل بأنه سمع هو ثقة عندي بأنه سمع بعض الناس يقول بأن شخصا من الناس أراد أن يخلص لله ويبني مسجدا لله حتى يحصل على بيتا في الجنة فأمر وكيله أن يبني مسجدا وقال لا تخبر بأحد ولا تقبل مشاركة من أحد لا تقبل المشاركة فهذا الوكيل قام بما أمر به لم يخبر أحدا ولم يقبل مشاركة من أحدا من الناس يقول مكتبين عندنا والحمد لله خيرا كثيرا فجاء عجوز ومرت على العمال وعندها زنبيل مكتل فرمت به على العمال فاستخدم العمال قال استخدم العمال في البناء مع البناء فنام هذا الذي أمر بهذا المسجد وأن لا يخبر بأحد ولا يشارك في أحد فرأى بيتا في الجنة أصرا في الجنة أصرين قالوا هذا لك وهذا للعجوز صاحبة الزنبيل الله أكبر فغضب واتصل بالوكيل قال أنا ما قلت لك بأنك لا تقبل مشاركة المرت العجوز وألقت الزنبيل ولم أكن يعني ما يضرب له حسابا فأخبر العجوز ورد عليها الزنبيل قال الزنبيل منع صاحب المسجد يشارك معه فيه قالت قل له قد رأيت الذي رأى الله أكبر قل له قد رأيت الذي رأى هذه في الحقيقة من دل على خير فله مدل وجراء فاعل حتى بالنية هي ما شاركت بهذا الزنبيل إلا ليروتها بالخير ولو كان عندها مال وربما هي تمنت لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن يقول إنما الدنيا لأربع نفر رجل آتاه الله مالا وعليا فهو يعرف لله ذي حقا ويصل فيه رحمه فهو بأعظم المنازل ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فقال لو أن مثل مال فلان لعملته مثل عملي قال فهم في الأجر سوا الحديث هذا يدل على فضل النية الصالحة حتى لو كانت يشيئة نسيرة ولهذا جاء في الحديث الآخر من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاه مفحص القطاه القطاه هي معروفة بسير بالبطء في السير سيرها قليل مفحص قطاه مكانا التي تنام فيه وربما تضع فيه بيضها وتنام على هذا البيض هذا صغير قدراً صغير فقيل كيف يبني قال ابن حجر رحمه الله تعالى هذا ربما يكون من باب المبالغة مبالغة بأن من بنى من المسجد حتى ولو كان صغيراً ومنهم من قال من شارك هذا يطلق على المشاركة في بنى مسجد لكن إنسانه زاد في هذا المسجد مشاركة بما يعني يكون مثل مفحص قطاه بنى الله له بيتاً في الجنة وانا قد سمعت من كبار السن سابق الأزمان في أن بعض العجائز تصدقت بصدقة بألفين ريال تقريباً وقالت يا فلان اجعلها في المسجد الفلاني لعلها تكون مكان مصلي يا سبحان الله ما عندها لا هذين العلفين فقالت اجعلها في المسجد الفلاني لعلها أن تكون مكان مصلي فهذا يدل على حسنيتها ما عندها لا هذين الألفين فالإنسان لو شارك في المسجد لعله ينطبق عليه هذا الحديث من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاع هذا إن شاء الله يدخل فيه من شارك في بناء المساجد فإن هذا من فضل الله تعالى ويدخل فيه كذلك ما ذكر الحافظة بالحجر رحمه الله تعالى وأن بعض المسافرين يجدون على الطرقات مساجد محوطة بالحجارة هذا ما يقال له مسجد يقال مسجد بفتح الجيم يعني مكان سجود فربما يدخل هذا الإنسان مسافر في صهراء في برية وعرف القبلة وتيقن منها ثم عمل هذا المسجد يعني مكان السجود حتى يدل الناس على اتجاه القبلة فربما يحصل لهذا الثواب العظيم من فضل الله تعالى وإحسانه وجوده وكرمه الخلاصة أن من بنى لله مسجدا أي خالصا لله ولهذا ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى وكذلك لعل القرطة بذكرة أن من بنى مسجدا وكتب اسمه عليه هذا ما نقول بأنه محرم قد يقال بأنه من باب يرغب في أن يدعى له هذا النيات لا يعلمها إلا الله ما أحد يطلع على ما في القلوب قد يكتب اسمه عليه من أجل يقول كل من رأي يقول الله يغفر له الله يرحمه الله يرفع منزلته الله يتقبل منه يا رب تقبل منه يا الله هذا لكن هذا ما يعلم إلا من القلوب الله تعالى هو علام الغيوب سبحانه وتعالى أما إذا كتب اسمه عليه من أجل أن يقال هذا مسجد فلان هذا رجل كريم يبني المساجد واشاء الله رجل ليس ببخيل هذا ليس بخالص لوجه الله الكريم فالأولاء لا يكتب اسمه عليه إلا لغرض شرعي ابتغاء مرضات الله تعالى ولا شك أن هذا في الحقيقة هو من الأمور التي ينبغي المسلم أن يعنى بها ولهذا جاء في الحديث الآخر قال إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره ولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجد بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو غير ذلك نهرا أجراه يعني حفر نهرا وأجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يريد ثوابها من الله تعالى تلحقه بعد موته هذا من فضائل الله تعالى على عباده وبناء المساجد في الحقيقة له فضائل عظيمة وثواب كبير عند الله تعالى لأنه في إعانة للمؤمنين على إقامة الصلوات وكذلك الدروس العلمية والخطب وتعليم الناس الخير فهو في الحقيقة هريئا لمن وفقه الله تعالى لهذا العمل إخلاصا لله تعالى يرجو ثواب الله أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلاء أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعوا الحسنة وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الله الكريم صوابا على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وجزاكم الله خيرا وصد الله على نبينا محمد اللهم صلى الله عليه وسلم وعلينا محمد إذن شيخنا لا يحقر الإنسان من المعروف شيئا ويبذل ما استطاع إسهاما في بناء المساجد وإن لم يستطع في هذا المجال فهو يستطيع عمارة المساجد بالعبادة كنا مرة هذا باب المناسبات رجل قيل عنده في الآن مئة مليون من الناس وأنا أعرفه أعرفه صاحب المئة المليون وأعرفه القائم فقال والله لو كان عندي مئة مليون والله لأبني لله تعالى أربعة جوامع لله تعالى قلت سبحان الله العظيم لعل الله تعالى أن يكتب لك هذا الأجر العظيم حتى بالنية الإنسان إذا ما عنده شيء وتبنى الخير وهو صادق الله تعالى يعلم نيته يكتب له ما نوى وبالله التوفيق اللهم صلي على نبي محمد اللهم صلي وسلم على نبي محمد نشكركم في ختام هذه الحلقة شيخ سعيد كما نشكر المشاهدين الكرام أن كانوا معنا في هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن فضل المساجد وفضل بنائها حتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصول الدين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا